وش رحيلو عليكم في الستيوديو النهاردة والحمد لله يعني ببارك لجمهير النادي الاهلي والفرحة يعني كلنا فرحنا بجيم النهاردة ببارك لعضاء مجلس إدارة جيم كان مهم جدا جدا لقب عربي أول مرة نحققه احنا على فكرة احنا وصلنا قبل كده 3 فاينل لكن للأسف ما كانش فيه نصيب ان احنا ناخد بطولة من البطولات الثالثة اللي فاتوا فاينل زي النهاردة مهم جدا جدا انا عايز اقول لك كابتن ايسا من بداية الشوت الثالث اول ما شفت وشوش لعيبة الكويت الكويت عرفت ان احنا هناخد الجيم فرقة كويسة ومعهم احطفين كويسين لكن نقدر نقول ان مش فرقة بطولة فرقة النادي الاهلي فرقة بطولة وقدر التحافظ على المكسب وكان فيه يعني شغل حلوة قوي قوي من المدرب كلنا شفناه النهاردة انا عايز اقول لك الروتيشن شايفين طبعا معلشها كابتن شيف قطعت محددك كابتن شايفين طبعا الاستاذ الجرجاء ورئيس اتحاد العربي وطبعا دل كورت السلة وكابتن محمود الخطير طبعا موجود في تسليم الجوائز وكان بيقازر الفرقة وموجود في المدرجات اثناء المباراة وكابتن محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد الحقيقة منظر جميل وكابتن محمود الخطير اكيد مليون المية بدون ما نكفكر كان دافع جدا للعيبة كابتن شريف انا لما كنت بقاعد طبعا وعلى شمالهم الدكتور مجدى مفريخة ناب رئيس اتحاد العربي وتوكبة من طبعا الاشقاء العرب المتوجدين من الاتحاد العربي على الارض مصر يمكن وجود كابتن محمود الخطير النهاردة كابتن شريف كان مهم جدا ودافع قوي للعبين خاصة لما تلاقي رئيس نادي الاهلي بحجمه الكبير ده في المدرجات او في المقصورة اكيد بيبقى لين طبع تاني خلص طبعا يعني حضور كابتن محمود الخطير وكابتن عمري النهاردة يعني حاجة معنوية عالية جدا جدا تدي دافع كبير للعيبة ان هي تحقق وتحافظ على المكسب اللي كان موجود طول الجيم الحمد لله على الفوز ونشكر او جيستي ان هو عمل حاجة حلوة قوي يا كابتن عيسم في الروتيشن اللي عمل على المحترفين دايما احنا من اول التحليل احنا بنقول لو وقفنا الاتنين المحترفين الجيم هيبقى ايزي عمل النهاردة عمر زهران ابو النصر ايهاب امين على المحترف تومسون النهاردة السكور بتاعه اقل من اي سكور تاني في الجيمات اللي فات الروتيشن ده جيف الاخر مش قادر يلعب كل كرة بيخدها بالطوع من ايده اللي ايما بيش قادر نجحنا في ان احنا نمسك الاتنين المحترفين نجحنا في الروتيشن اتعيبهم كمان جدا اتعيبهم واحنا الحمد لله اللعيبة كمان لما هو عمل حاجة حلو قوي هو صحب الاتنين المحترفين في وقت بحيس ان هو يفنش وده فعلا اللي حصل بدليل ان الاسكور بتاعك من اربعة اخمسة بنت ابتدى يطلع اربعتاشر وستاشر الحمد لله رب العربي مجير تنفيذ اتحاد العربي حاجة جميلة حاجة جميلة الفرحة دي تسعدنا كابتن طهر اجل حضرتك الفلو مبروك يعني مكسب حلو ومنظر مشرف في وجود كابتن محمود الخطيب طبعا بطولة غالية جدا احنا بنبارك طبعا لعضاء مجلس الادارة على العصور من كابتن محمود الخطيب ونقب الرئيس كابتن عمري وكذلك نبارك برضك كابتن رؤوف دير النشاط الرياضي ونبارك يعني المدرب والجهاز الفني والعيبة كانوا كلهم او تقريبا رجالة وطبعا مانوف دا جيم هو مايكل تومسون اللي هو جانب عشرين بونت في وقت حاسب صحيح وهو بعدين مايكل تومسون دا يعني بيتحسب ان هو خضراتك اللاعب في الوقات الحاسبة زي في ماتش بيروت كنا دروم ماتش وفضل الست الثواني او صحيح طبعا زينا كابتن طهر انا اسف اعطى حضارك هتكمل كلامنا بس خلينا نروح لأرض الملعب ونتابع مراسم تسليم الجوائز فإلى هناك برافو للاتحاد السكندري برافو لمصر على هذه الاستضافة الراقية مصر دائما عودتنا على الاستضافات الراقية جمهورية مصر العربية سباقة دائما باستضافة كبرى الاحداث الرياضية اينما كانت وعلى شتى انواحها وشو ما كانت وعلى مختلف الاصعيد مصر من استضافة اول بطول الاندي العربية حدث ذلك عام 1989 شوفها اللقطة ادي رائعة رئيس الاتحاد المصري كرة سلة دكتور مجد أبو فريقة ايضا رئيس النادي الاهلي كابت المحمود الخطيب عضاء الاتحاد العربي كرة سلة سعادة اليواء اسماعيل القرقاوي ايضا رئيس الاتحاد العربي اين رئيس النادي الاتحاد السكندري بقول له برافو على الاستضافة الرائعة جدا بين حسب الاسكندرية ان شاء الله الليلة ما يكون هاي دافع للنادي الاهلي يستضيف البطولة المقبل هاي الرسالة الموجهة للنادي الاهلي ايضا يكون استضافة بعض الجوائز اللي بيكون تكريم ايضا اسماعيل احمد امامنا اسماعيل احمد واحد من اهم اللاعبين البطولة بل اهم لاعب مر بتاريخ هذه البطولة العربية شوفنا انا بيسلم على رئيس نادي اهم لاعب مر بتاريخ بطولة الاندي العربية امامنا مشاهدين الكرام السمعة عشر ألقاب عربية حاب ياخذ هالصورة التذكارية الرائعة شو بدو أحلم هيك صورة الروعة الأساطير في صورة الأساطير في صورة مش معقولة هالصورة شو حلوة سيكون تكريمات لللاعبين الأفضل بالبطولة لكن منذ بداية المباراة قلت الماجيك إهاب أمين سيكون أفضل لاعب في بطولة الأندي العربية يبدو هذا محمد طاها ميدو أيضاً بيأخذ جائزة هذا محمد طاها ميدو اللعابين اللي كانوا سبب في رجعة فريقه أمام النادي الأهلي في نصف نهاية كل هذه الجوائز الفردية لكن لما بيطلع إهاب أمين الماجيك ليكون أفضل لاعب في بطولة الأندي العربي يذكروني لأنه من يستحق أن يكون أفضل لاعب في بطولة الأندي العربية أكيد إهاب أمين أيضاً تتويج لاعب فريق الزهراء التونسي الزهراء التونسي بيحتل مركز الثالث مشاهدين الكرام شوف أفضل لاعب بالبطولة مش قلت لكم مش قلت لكم الماجيك إهاب أمين أفضل لاعب في بطولة الأندي العربية أعتقد لسه ما وصلنا لجائزة أفضل لاعب في بطولة الأندي العربية ربما رح يأخذ أكثر من جائزة هذا هو إهاب أمين اللي ما عنده إهاب أمين وبينزعل عليه كل فريق بالباسكتبول بيحب يكون عنده إهاب أمين هذا الماجيك هذا عيب هائل حريف باسكت أنت إهاب أمين شوفوا أن كل بيحب هالنجم هالنجم الخنوق جداً إذن كلها تكريمات للعبين الأفضل في البطولة لعبين نادي الزهراء التونسي لعبين نادي الاتحاد السكندري لعبين نادي الأهلي هنا علي الهدود أيضاً من لعبين الممتازين مش قلت لكم داخل المباراة أيضاً علي الهدود من لعبين المهمين جداً والتي أظهروا مستويات ممتازة على الهدود بيبو يبدو بكل مركز عم بيكون تكريم على مستوى اللاعبين الارتكاز على مستوى اللاعبين الأجنحة أحمد أبو العلا بيبو أيضاً بلال حلوها الخطوة من الاتحاد العربي لكرة السلق تكريم اللاعبين في كل المراكز اتحاد العربي واللجلة المنظمة حلوها الروح اللي بتكون داخل أرض الملعب بهالأوقات خالد أليكساندر أو أليكساندر خالد بنال جائز براظو خالد على هالأداء اللي قدمته طيب جداً زياد الشنوفي زياد الشنوفي يبدو هداف البطولة العربية ناعب منتخب تونس الاسم الكبير زياد الشنوفي لاعب دولي تونسي خلنا نشوف زياد الشنوفي هل فعلاً تم اختياره بيكون هداف البطولة العربية إذن يبدو ذلك زياد الشنوفي هي مشيته من بعيد حتى للمخرج بعد رح عارفوا لزياد الشنوفي برافو زياد بيبقى لاعب هائل لاعب الدولي التونسي زياد الشنوفي إذن إيهاب أمين أفضل لاعب في البطولة العربية مشاهدين الكرام للمنتخبات 2021 كما ذكرت لكم تماماً قبل ساعة وربع من الآن قلت لكم هذا اللعب رح يكون أفضل لاعب في بطولة الأندي العربية وبيجمع جائزتين اللعب الأفضل وأيضاً واحد من الأفضل اللعبية الأجنحة ومركزه فيها البطولة روعة الماجيك إيهاب أمين شو بدك أحلى من هيك صورة شو في أحلى من هيك صورة أهلاوي جميل أمامنا مشاهدين الكرام بيستحق التصفيق هذا النسر زي النسر الموجود على شعار النادي الأهلي هذا النسر اللي طار اليوم بلقطات أول أروع وأمتع وأبدع خلال هالبطولة سوبر برافو يا إيهاب روعة يا ماجيك